أحيانا نشعر بأن صلواتنا لا تستجاب ويبدو الله بعيد في سفر أستير كان شعب يهوزة في المنفى بعيدا عن بلدهم الأم محاطين بأعداء ومحاطين بأليه غريبة وكان اليهود تحت تهديد مذبحة وإبادة في وقت ذروة حاجاتهم للرب وكان الرب يبدو صامتا فماذا نقول عندما يبدو الله صامتا عندما نقرأ قصة أستير نسمع صدى وقع أقدام الرب في كل خطوة أولا هو يصنع أمرا عجيبا من بين مجموعة كبيرة من نساء صغيرات في المملكة حيث يضع الرب أستير على العرش كمالكة ويحصل هذا الأمر قبل أن يصبح رجل شرير يدعى هامان ثاني أقوى رجل في المملكة لقد كره هامان اليهود بسبب واحد من اليهود وهو العم الأستير ويدعى مردخاي الذي رفض تقديم السجود لهامان لذلك قام هامان بخديعة الملك وسط اصدار أمر بقتل كل اليهود لكن أستير قامت بأعظم عمل إيمان في الكتاب المقدس خاطرت بحياتها بأن تمثل أمام الملك من دون دعوة منه من أجل التشفع ومناشدة الملك من أجل شعبها قام الملك بإصدار مرسوم جديد بأن يسمح لليهود بالدفاع عن أنفسهم ضد مكيدة هامان الشرير التي انكشفت فتم شنق هامان وأولاده على نفس المشنقة التي نصبت من أجل قتل مردخاي وحقق اليهود نصرا عظيما في اليوم الذي كان يمكن أن يكون يوم الهديم العظمة إذن ما رأيك عندما تشعر أن الله يبدو صامتا هذا تماما هو وقت الإيمان الشجاع الجريء لأنه هو هناك ينتظر ومستعد ليطلق قوته وعدالته ليحضرنا من الظلام الساكن إلى شمس النصرة من ليل الظلمة إلى فجر الفرح